والفكرة دي جيالك من الثالثة شمال دي أسئلة الجمهور جول ليك مع الأهلي مستحيل تنساه جول الإسماعيلي الإسماعيلي اللي شوفناه من شوية لأنه كان في إسماعيلية كانت أجواء صعبة جداً وكان مطش مصيري وكان لازم نكسبه وكسبنا واحد سفر ومن اللي جبت الجول فكنت سعيد بي جداً ده أكتر جول طبعاً أفضل ثلاث مدربين شغالين في الدول أفضل ثلاث مدربين أنا بحب مدرب النيل الأهلي جداً كولر طبعاً وبحب كابتن علي مهر حد ثالث بما أنه دربني في المنتخب الأوليمفي فأحب كابتن حمي تران جداً نصيحة أساسية تقولها لأي لاعب بيفكر في الاحتراف ما تحترفش إلا وإنت عندك ثقة أنك مش هتستسلم مع أول عقبة هتقابلها لازم يبقى عندك شخصية متحترفش إلا وإنت شخصية قوية لازم تباين شخصيتك لأن اللي برا دول مش أهلك ومش مصريين ما يتمدوش على العاطفة زينا مش هتصعب عليهم فلازم تبقى شخصية قوية مهتمة بنفسك مقامن بنفسك وعندك ثقة في ربنا أن أنت هتحقق كل أحلامك نصدق في نفسك قوية طمعاً تدي التحكيم المصري كام من عشر؟ خمسة خمسة إيه رأيك في أن اتحاد الكورة استعان بخبير أجنبي في تطور التحكيم؟ شايف الخطوة دي أزاي؟ خطوة إيجابية إيجابية حد كويس والسيني للبعدية حد يبقى أعلى منه مم فمعنديش حد إلا بس اللي عنده استمرارية شوية ممكن الشناوي الشناوي حرس مرمى النجد الأهلي طيب راتب لنا الدوريات دي من حيث القوة أوكي الدوري الإماراتي، المصري، السعودي، المغربي في دوريات مش متابعة فمش عارفها قيمها الدوري السعودي قوي جداً وبقى أقوى دلوقتي لما جابوا كريستيانو طبعاً فمعتمدين على وعندهم قرية دي محترفين أقوية جداً بيعرفوا ياخدوا لعيبة من أوروبا مهمة جداً فممكن أحط الدوري السعودي يليه الدوري المصري يليه الدوري المغربي الباقي سم الإماراتي آه، سم الإماراتي طب إذا شايف إن إحنا بينقصنا إيك عشان يبزال الدوري السعودي بما إنك حطوته رقم واحد آه، إمكانيات إمكانيات آه، مدربين ومحترفين وملاعب وحياة كتيرة شايف إن كان في لعب من جيلك كان يستحق الاحتراف وده ما حصلش؟ كنت ظلم يعني؟ بركات كان يقدر يحترف إبراهيم سعيد احترف بس ما احترفش بالنسبة لي أوروبياً يعني؟ آه، يعني احترف بس ما احترفش كان ممكن يبقى أعلى من كده، حسوم غالي كان ممكن يبقى أعلى من كده كل دول خدوا احترف بس كان ممكن يبقى أقوى من كده إبراهيم محسوم غالي بالذات؟ طب لو قالت السؤال فيه العيب كمان مزدمالك أنا كنت شاف إنه لو احترف في سن صغير كان هيبقى حاجة تانية خالصة شيكا بقال كان ممكن يبقى حاجة تانية خالصة هو طبعاً من تاريخ مع مدير الزمالك والعيب بحبه جداً وبعتذبه جداً عمستوى الشخصي كمان صديق جداً داية بس هو إمكانياته لعيب برازيلي فكان لو كان خاد الطبخة الأوروبي دي مع إمكانياته كان هيبقى لعيب عالمي كان هيبقى في حتها مختلفة طب العكس بقى إيه شايف العيب كان احترف وما أثبتش نفسه قابل؟ آه مش عارف ما قدرش أقول بصراحة أنا شو ما زعلش عادة طيب كنت بتخاف مع الجمهور وإنت بتلعب سواء في الأهلي أو برا؟ لا ما قلتش الجمهور ما عادش تساوي قابل لا جمهور الأهلي بحبه لا كان بيرهبك أو لا مش بيرهبني بيحسسني بالمسئولية آه في مسئولية لكن ما قلتش بتخاف معك لا ما رخفش طب لما كنت بتخسر ماتش مع الأهلي كان الجمهور بيقابلك يقولك إيه؟ الجمهور الأهلي عاطفي جداً بيبقى زعلان آه ما فيه جمهور الأهلي لا يقبل خسارة أو تعادل تعادل بالنسبة له خسارة وده متفاهم ده وده لا ما قلتك إذا كان أول ما طلعت في النشئين كنت دخلت قلت اللبس لقيتهم فيه جنازة عشان يتعدلنا في القناة ده اللعيبة مترجم ده للجمهور مترجم ده لأي حد بيطلع أجيال جديدة بيشوفه ده يقولك المنتالي بتاع تلعيب الأهلي مختلف عن باقي ليه؟ عشان دي عشان لا يقبل التعايد ولا يقبل هزيمة عايز يكسب طول الوقت بس؟ الحقيقة هو جمهور فعلاً يعني أنا بحس إنه عاطفي جداً جداً بس جمهور بعذره يعني هو قوة يعني في صراحة هو قوة وهو اللي بخلي النادي الأهلي ليه الهيبة دي جمهور طبعاً طب لو قلنا إن رسالة منك لجمهور الثالثة شمال أقول لهم أنا بحبوك وهفضل أحبوك وأنا واحد منك أصلاً وعايز أوجي الرسالة للجمهور المصري بقى عمتاً إن أهلاوية زم الكوية سماع اللوية بنشجع أي فرقة إحنا كلنا بنحب بعض والرياضة دي حاجة جميلة جداً وإن أنت تبقى تنتمي لنادي دي حاجة ما تعبكش دي حاجة دي ميزة دي معناها أن أنت عندك ولاء بس في نفس الوقت لازم تحترم الخصم وتحترم الفريق المنافس لك فدي ثقافتي ودي اللي أنا تربت عليه وده اللي أنا بعمله وجمهور النادي الأهلي حبيبي وعلاقتي بيه كويسة جداً والأهلاوية كلهم حبيبي والزم الكوية برضو حبيبي وكل جمهور مصري يعني عايزة أوريلك ماتش وتعلق لي عليه نرجع نعلق عليه يالك حسناً؟ أه دي أحلى بصي بقى يعني ده ده تقريباً بالنسبالي أنا من وجهة نظري ده أحلى ماتش في تاريخ الأهلي والزمان أه فاكرة ده ماتش الكاسة أربعة ثلاثة صح؟ أه في 2007 أربعة ثلاثة 2007 ده لأن كنت فيين ساعت هند؟ كنت في بلجيكا أعتقد أه واتفرجت على الماتش بصي في التمثيل يقولك المسلسل ده دراما في حاله قوي عم لأن في حدوتة بتحصل الماتش ده كان كده أزى مالك ييب جون الأهلي تجادل �essional أزى مالك ييب جون الأهلي تجادل لحد في نهاية الماتش الأهلي والزما حسنة يعمل تغيير لا الأهلي خوز fools بيعمل تغيير لنظل السما حسنة يجيب الجنين الفوز تبقى خسراً وتكسب ماتش من الأيع الماتشات ضدها بصراحة في نهايات فقط الثالثة شمال عايز اقول حاجة لجمهور التالتاشمال الجمهور الحقيقي اللي بيحب النادي الاهلي بطاقة حب غير عادية بطاقة حب كبيرة جدا عايز اقول لكم رجالة الاهلي طول عمرها كتير كتير كانت سبب لفرحنا يمكن في وقت كانت سبب الوحيد في فرحنا في وقت كنا بنعدي بحزن كانت سبب لسعادتنا وانبساطنا وكل كلمة بتخرج منكم بتفرق جدا سواء كان جوه الملعب او برا الملعب وبتكون ظهر وسند لأي لعب وهيفضل دايما الاهلي قوي بيكم وليكم قوي علشان يفرحكم وهيفضلوا دايما انتو من الثالثة شمال بتهزوك بال